المترجم للغريسي بوليبروف بروغرام المقسم لقسمين تقريباً هو برنامج واحد بس البرنامج ليه جهتين جهة اللي هو الدفاع عن نفس الجوجتسو والجسد كيف يغلب على الشخص اللي قدامه وكيف يصير أقوى وكل الأشياء دي وفي جهة تانية اللي هو تنمية الشخصية اللي هو الـ character development اللي نحن نتكلم عن ست أشياء اللي حابين ينميها في ولدك اللي هي المسؤولية الصحة الاحترام الوطنية الأخلاق الاهتمام بالآخرين فهذه الأشياء اللي بننميه في شخصيته عشان مو بس يكون عنده الجوجتسو يعنده الشخصية إنه ما عمره في حياته حيضطر يستعمل الجوجتسو بس دائماً الناس يقولك لا أنا ولدي مرة طيب ومرة مدريه ومرة ما عارفهش ما عمره أحد حيتمرن عليه حلو مهما ولدك كان ممتاز ترى عادي الناس تختار الولد اللي ممتاز وتتنمر عليه عشان في غيره أو المدرس بيفضلوا أو أخوان يتنمروا على بعض أو أي حاجة الناس تتضايق الناس مو شرط إنك في سبب وجيهه فلما خلينا نقول ولدك ممتاز بس ما عنده جوجتسو ما عنده ثقة في نفسه في قدراته الجسدية واحدة تنمر عليه مهما هو شخصيته حلوة إذا هو ما هو واثق إنه لو هذا ضربه وأنا أقدر أتصرف مهم روح يتكلم حيقعد ساكد طول حياته وحيقعد مكبوت فلما تدي له الثقة في نفسه في جسده إنه لو لا سمح الله ضاعت أدى علي ضربني أنا ما عندي مشكلة أقدر أدافع عن نفسي دائماً حيتكلم وحيري في رد على نفسه أو على غيره سواري حيرود على غيره عشان إنه يدافع عن نفسه سؤالك الثاني طبعا هو كيف حيفرق بين تنمر ومتنمر وش يسوي هذا أهم حاجة إحنا عندنا هو وإحنا دائماً بنقول لك أنت وبنقول لي باقي الأهالي لازم أي مشكلة ولدك يسويها أو يمر فيها في حياته لازم تمرره على القوانين الخمسة حقة الاعتداء اللي هي نسميها The Rules of Engagement أو قوانين الاشتباك أول قانون دائماً أتجنب المضاربة دائماً إذا تقدر أتجنب أحد يقول لك شيء مواجبك خذ بعضك ومشي وحاول إضربك من بعيد وانت شايف وعارف إنه هذا حيجي يضربك أجلي مو عيب إنك تشرد مو عيب إنك تتجنب المضاربة بالعكس أنت أهم شيء المضاربة مو حلوة إنه مهما أنت قوي ومدري برضك حتطيح حتخبط يدك ممكن أحد يشقلك ملابسك اللي عجبتك تتوسخ في الأرض مو كل أرض مضيفة فمو حلوة تضيع وقتك بعدين في مساءلات حلوة قانون الثاني إذا أحد أعتدى عليك جسدياً تدافع عن نفسك ما في كلام قانون الثالث إذا أحد أعتدى عليك لفظياً تبع هذه الثلاثة تتكلم تشتكي تطيح في الأرض أو تاكل اللي هو أنطحه تتكلم إيش؟ واحد يقول لك شيء مو عجب يقول له لا تتكلم معه زي كده أوقف وجهه طالع في عيونه يقول له لا تتكلم معه زي كده وبصوت مو زعيق بوثوق في النفس وهذا نتمرن عليها في الحصص إنه كيف يوقف قدامه واحد كيف يطالع في عيونه بدون ما يلعب في صابيعه بدون ما يهزهز رايح يمينه شمال يطالع في الأرض وكيف يتكلم مو بس نعلم الجزيزين نعلم وكيف يتكلم كمان وبعدين إذا ما زبط الكلام معه لسه قاعد يتنمر عليك تروح تشتكي مين؟ تشتكي ثلاثة أكبر المدرسين المدرأ ولازم لازم نعلمهم أنه يقولوا الأهاليهم في مشكلة كبيرة كانت أيام زمان لما ناكد صغير ما كنا الأطفال يقولوا الأهاليهم شيء فالأهالي في البيت مو ما معرفين ما يحدث في المدرسة أو ما يحدث في حياة أطفالهم ما يبقى بين نفسه ضعيف ما يبقى بين نفسه ضعيف أو خايف من أهله ممكن أنه ليه تخليه يتكلم معك ما يبقى يسمع كلمتين ما تعجبه فيخاف ما يقول أو خايف أنه ردة أهله تكون قوية على الولد الثاني ما يبقى يتجنب المشاكل لازم تقول لي أمك أبوك غصبا عنك لازم ما تقول المدرسين أهلك لازم يعرفوا وقل لهم لازم تدعوا للكبار فترة معينة يحاولوا يحلوا لك المشكلة ما تقول لهم يوم وتاني يوم خلاص تضرب الولد مو كده تدعوا أسبوع أسبوعين وكل يوم أرجع راجع مع أمك أبوك كلهم حليتوا لي المشكلة حتى ما الأطفال اللي عمرهم أربع سنين بنعلمهم الشهيدة بعدين دع كله ما زبط الكبار ما يعرفوا يساعدوك الولد لسه يتمر عليك وقته هتمسكه تحطه في الأرض طب إذا أكبر منه جسديه حلو ما عنده مشكلة الجوجيتسو ما هم مطلبة منك لا يكون عندك قوة ولا لياقة ولا مرونة كلها تكنيكات اللي اخترع الجوجيتسو كان حجمه صغير 63 كيلو وكان عنده مشاكل صحية فما كان عنده قوة أصلا عشان يدافع عن نفسه ضد ناس أكبر منه فهو اخترع الجوجيتسو عشان يكون عنده التكنيكس عشان يعرف يدافع عن نفسه ضد ناس حتى ضعفين حجمه وقدر يتغلب عليه طبعا اتفرج الفايتس كلها موجودة على يوتيوب تجد تشوفها أونلاين فتجد تتفرج الأشياء دي وموثقة الأشياء دي ترجمة نانسي قنقر